أهلا بكم مشاهدينا وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس السيسي مع المجموعة الوزرية الاقتصادية بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء والمسؤولين اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المجموعة الوزرية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رنيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والسيدة نيفين جامعة وزيرة التجارة والصناعة والسيد اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزرية الاقتصادية وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر وقد استعرض السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة مؤكدا أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب تداعيات العالمية الحادة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وما استدبعها من تغيرات في السياسات النقضية العالمية حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المصاري المالي والاقتصادي الآمن والوضع النقدي المتزن وكذلك استقرار احتياطية النقض الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية وفي هذا الإطار وجه السيد الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل كما وجه سيادته بتشكيل مجموعة عمل برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من السيد محافظ البنك المركزي والسيد وزير المالية والسيد وزيرة التجارة والصناعة وجهات الاختصاص الأخرى للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج وأضف المتحدث الرسمي أن السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي استعرض أيضا تطور أداء ميزان المدفوعات خلال عام 2021 والمؤشرات الأولية خلال الفترة من يناير حتى مارس 2028 والتي شهدت ارتفاعات في حصيلة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وذلك بزيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة كما ارتفعت أيضا حصيلة المنتجات غير البترولية علاوة على الزيادة في إيرادات السياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين بالخارج من جانبه تناول السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية وأجهزة الحكومة للتحرك خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التدعيات والتطورات الاقتصادية العالمية وذلك من خلال عدة مصارات رئيسية تهدف بالأساس إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير مزيد من النقل الأجنبي وخفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة مع المزيد من تشجيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار فضلا عن تعزيز إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين وكذلك تقديم حزم تحفيزية للقطاعات ذات الأولوية والتي تتمتع بقدرة على نمو العمالة وتوفير فرص العمل أيضا وجود طلب عالمي على نشاطها ترجمة نانسي قنقر